عقد الرئيس عبد الفتح السيسي اجتماعا مع وزير الخارجية سامح شكري واطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي والتي اختتمت أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بأدس أبابا اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع السيد سامح شكري وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي والتي اختتمت أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بأدس أبابا حيث شهدت نتائج القمة اتصاقا مع المواقف المصرية بشكل عام خاصة ما يتعلق بمقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي وحالة السلم والأمن في أفريقيا وارتباط ذلك بمستوى التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجغرافية الخمسة للقارة فضلا عن مقرر لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن والذي أكد أهمية الحفاظ على الموقف الأفريقي الموحد في هذا الإطار كما شاركت مصر في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بشأن تغير المناخ الذي شهد اعتماد مقرر يشيد بنجاح مصر في استضافة القمة العالمية للمناخ كب 27 بشرم الشيخ والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلالها وعلى رأسها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار